إذن نحو خمس البنية التحتية في غزة تضررت بسبب الحرب على القطاع وفق تقديرات أممية نتحدث هنا تحديدا عن 18% من البنية التحتية في القطاع مركز الأمم المتحدة للأقمر الصناعية قال إنه اعتمد في تقديراته على القمر الصناعي World View 3 على الدقة وعلى صور أيضا ملتقطة في الـ 26 من نوفمبر لرصد المباني المتضررة في قطاع غزة الإحصاءات الأممية أشارت إلى أن الدمار الذي لحق بالقطاع زاد بنسبة 49% في العدد الإجمالي للمباني المتضررة منذ التقييم الأخير أي في السابع من الشهر ذاته أظهر التقييم أيضا أن المناطق الأكثر تضررا تتركز في محافظتي غزة وأيضا في محافظة شمال غزة التي كان بهم ما يصل إلى 80% من إجمالية المباني والبنية تحتية المتضررة سواء بشكل كل أو حتى جزء بتفاصيل أكثر ومنذ الـ 26 من نوفمبر تقدر الأمم المتحدة أنه تم تدمير أكثر من 10 ألاف مبنى كليا هناك أيضا ما يزيد عن 8 ألاف مبنى طالته أضرار بالغة إضافة إلى أكثر من 19 ألف مبنى طالته أضرار متوسطة لم يقدر مركز الأمم المتحدة الأقمار الصناعية الأضرار بحسب نوع المبنى لكن سبقا أصرت الأمم المتحدة تقريرا كان ذلك في أواخر أكتوبر تحدث عن تدمير 42% على الأقل من جميع الوحدات السكنية داخل القطاع مثل هذه التقديرات ربما تقلل من حجم الدمار الفعلي لأنها لا تظهر جميع الأضرار التي لحقت بالمباني فمثلا قد يظهر المبنى المنهار في صور الأقمار الصناعية لكن صقفه يكون سليما وكأنه غير متضرر ولا يتم إدراجه في التقديرات المنشورة الدمار الذي تحدث عنه التقرير الأممي يقر بأنه لا يرسم صورة كاملة لواقع الحال على أرض غزة لكنه أشار إلى أن الدمار في القطاع يسلط ضوء على الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار ودعم الاستجابة للأزمة الإنسانية المتصاعدة هناك لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر